اشتركوا في القناة او اذا بتحب انه بعدين تشوفوا لانه كتير مهم حتى نتعرف على الاكلات اللي احنا لازم نكسر فيها الصيام لانه اول ما بناكل احنا زي ما قلتلكم انه الانسلين هو اساس التخزين الهرمونات واكله كمان الانسلين بتأسل بالسكريات لذلك يعني رجاءا ان حاولوا قد ما تقدروا انه الناس المتعلقين بالسكر انه تبتعد عنه نهائيا لانه هو يعني من اكبر مصائب العالم ومنها كمان انا دايما بركز على الدهون اللي هي السنوية النباتية الناس بستسهلها وبتسترخصها لكنها هي برضو سامة للجسم هلا فيه انا عندي كم وجبة انا حقولكم وانتو عليها انتو خدوا ححط لكم انا عندي بالقناة مليان اكلات حعطيكم الفكرة انه كيف ليش نبتدي بالاكلات هاي حتى انه نحافظ على السكر يعني احنا كل اللي بنعمله حتى انه نحافظ على السكر وما يرتفع هل في كل اكلة مفضل انه انتو تحطوا في بالكم البروتين اهم عنصر من العناصر الغذائية فبيعي في انه عندنا كاربوهادرس اللي بناخدها من الخضار بناخدها انه احنا من السلطات وفي عندنا الفات بناخدها من هو الزبدة او من زيت الزيتون او من زيت جوز الهند او زيت الابوكاروم اول وجبة كتير مهم انه حتى احنا هي اللي حتخلينا بعدها الوجبة التانية شو رح ناكل يعني اذا اكلنا احنا بتدينا طبعا يعني بالاكلات اللي هي كلها هاي غلايسيميك اللي هي مليانة السكريات او الاكلات اللي فيها كاربوهادرس اللي هي زي الدوناتس والخوبز والمكارونا كل هاي الاكلات اللي كليتها بتتحول لسكريات هذي كلها لازم نبتعد عنها لانه هي اللي حتخلينا نجوع يعني شوفوا لما انتاكلوا الاكلة اللي حتخليكم الجوع وفيها سكر هي المشكلة وهي المصيبة لانه حتظلكم حسين بالجوع هي اهم شي انه انتو تعرفوا شغلة كمان ما بين انه احنا خلينا فيها ومتقطع كمان لازم وقت اللي ناكل يعني اللي باقي مثلا احنا عنا 8 ساعات هذي الفيدينج ويندو اللي رح ناكل فيها برضو مش نضلنا بال8 ساعات على طول على طول على طول ناكل برضو هي يعني لازم يكون فيه فترة يعني انحدد في 8 ساعات على الاقل واجبتين وبناتها ماناكل سناكس سناكس هذي يعني ابشع يعني العادات اللي هي بتخلي الواحد كمان انه منه يزيد السكر في الدم وزي ما اتفقنا الانسولين كيف بيشتغل وكيف انه هو السكر بيزيد في الدم وكيف انه هو بيجيب المصائب وكل مرة حتى لو لو ما اكلنا كيف انه بزيد هذا اللي بنا نبعد عنه فاحنا بدنا يعني نعمل يعني انه احنا نهدب نفسنا بحيس انه بدنا حتى لما ناكل كمان نقسم هذي الساعات انه ناكل فيها وجبتين لانه ما بدنا نرجع للعادة شو عملنا تعبنا بهالصيام ولا انه قعدنا فترات طويلة وبعدين ناكل البدنية هي هاي النقطة اللي لازم نحطها في بالنا انه احنا لما ناكل كمان انه نقسم وجبتين يعني نحضر نفسنا زي ما كل واحد لما بدي طلع على الشغل بيحضر نفسه انه بدي يطلع بديروح رحلة نفس الاشي الاكل خلوه انه تحضير ما يكون انه انا اجي عبالي احط واكل اجي بنفسي اكل لانه هذا هو اللي بيخسرنا الصحة وشوية شوية الناس كتير منه بتزير ادخينة ومنه بتشوف الامراض فالذلك حتى في الوقت يعني حتفتروا في هاي الساعات حاولوا انه اسمو الاكل على وجبتين يفضل انه الوجبة الاولى ما يكون فيها من الكاربوهايدرات يفضل يعني ما يكون فيها حتى انه هي ما تجوع كتير يكون فيها البروتين يكون عالي يعني دائما البروتين لازم نحط الوجبتين يعني ان كان وجبتين او ثلاثة يعني حسب المبتدئين انه بقدروا انه هما يأكلوا بس وجبتين يأكلوا ثلاثة بس يكون فيها البروتين اساسي لانه البروتين هو البناء يعني هو البروتين للجسم يعني هو اللي احنا محتاجين وكل اتفقنا كل درة انه البروتين بيخلي الواحد يعني نوعا ما انه يشبع شوف البروتين اذا اكلناه مع اه مثلا انه مثلا اطعة الدجاج اذا حطنا عليها كاتشاب ومش وحطينا الاكلات اللي واكلناها مع خبز هذا حطلنا ناكل كتير بس اذا اكلت اطعة الدجاج يعني لحالها مستحيل انه انتو تاكلوا كتير منها هي اللي بيخلينا انه احنا نشتهي الاكل وناكل كتير لما نخلط الاكل مع بعضه يعني خاصة انه الكاربوهادريت اللي هي المقالي كليتها هادي ونخلطها مع الاكلات زي الدجاج او مع الجبنة مع هي هاي اللي بتخلي الرغبة والكريفن انه دائما يصير بدنا فعشان هيك احنا نفصل حتى انه كمان نتأكد انه اخدنا العناصر الغذائية التركيز انه احنا بنحافظ على صحتنا التركيز نستمتع في الاكل بس برضو نفس الوقت نحافظ على صحتنا فاذا اخدنا قطع الدجاج ما في داعي نحط عليها الكتشف لانه كله سكر تدقوني الكل هاي الاكلات اللي بتشوفوها اللي بيحطوها الدريسينج وهذا كلها مليانة سكر او وكمان معاها في ملاحك كتير لذلك يفضل تاكلوا بالبيت واذا عملتوا تعملوها يعني بطريقة انه تكون صحية بزيوت بعيدة عن الزيوت النباتية وبنفس الوقت مثلا حطيتوا هادي قطع الدجاج جنبها السلطة هادي كتير يعني ممكن انه هي تشبع حتى لو اكلت لص دجاجة او اكلت لص دجاجة مش مش حتتأثر عندكم الانسلين فالبروتين هو فعلا انه ممكن انه يرفع السكر بس احلى شي في البروتين انه هو طح بيرفع السكر الانسلين بس بنفس الوقت عنا كمان في اشي اسمه كلوكاجون هذا كلوكاجون يعني شغلته انه هو يعادل الانسلين يعادل السكر يعني انه اذا لقى انه اللي مناكل البروتين بطلع السكر بس بطلع معاه كمان كلوكاجون ايش بيعمل بيقلل السكر يعني هذا مهم كتير انه نعرفه فبالتالي انه بيصير انه عنا احنا في معادلة ما في عنا انه ارتفاع سكر عالي لانه هو بوجود الكوكاجون هذا هو اللي بيخفض السكر فشوفوا يعني المعادلة هاي بتشغل مع البروتين وهو الكوكاجون اللي هو كمان بيفيدنا لما احنا نكون مش مكلين هو كمان انه بيغزينا فالذلك هو اللي بيرفع يعني بيعطينا الغذاء وبرفع السكر لما بيكون السكر نزل في الدم فهو بيعادله فهو شغلته انه يعادل السكر هاي حلاوة البروتين يعني كمان زي ما قلنا انه قديش انه هو مفيد للجسم بكل ضرة بجسمنا يعني هو بناء يعني building blocks للجسم فكتير مهم انه هو ناخد البروتين على قد الفوائد اللي احنا نعرفها منه للعظم ومنه للعضلات وكمان لكل اعضاء الجسم مفيد انه احنا ما نقصر في كمية البروتين واذا اكلنا يعني انا اكلي اغلبه هاي بروتين يعني هاي عندي اياها يعني اهم وجبة لانه هو اللي من غيره صعب كتير انه الانسان يحس انه هو في نشاط صحيح انه البروتين ما بيعطيه الطاقة لكنه انه هو بيفيد كتير في الجسم فا اول شي نكتر احنا كمية البروتين فاحنا نحضر الصحي نعمل كمية البروتين يعني ان كانت دجاج ان كانت سمك ان كانت اي نوع من البروتينات اللي انتو بتحبوها بقليات وجنبها مثلا السلطة اذا اكلنا هادا الكمية هادي وبعدها شبعنا واذا شربنا مي نشرب مي معاها ليمون لانه نقطة الليمون هادي اللي في المية بتعدل السكر في الجسم يعني بتأخر انه انه السكر يطلع في الجسم فشوفوا يعني كيف انه كديش مهم فاذا اكلتوا هاي الكمية وشبعتوا واهم شي نقطة كتير مهمة انه لازم انا هلا اقولها انه نبتدي احنا دائما لما نيجي ناكل الافضل انه نحط الصحن ما نحطش مثلا انه يعني العادة هي الصفرة وبعدين نقعد نزيد ومع الحكي والرغب والناس والجامعة ولما بيكون مع العائلة واحد يبياكل ما بيحس هادي نقطة كتير مهمة انه احنا ننتبه لما نيجي ناكل انه احنا يعني انا تعلمتها هون في كندا وحتى قبل في امريكا انه كنا احنا لاحظت انه منحطها الصفرة وفعلا منضلنا نصب 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 وما منحسش اكلنا لانه عم ناكل وما عم نستمتع بالتالي عم نستمتع بالاحاديث بس عم ناكل عم ناكل او انه ناكل قدام تلفزيون فاتا لقيت انه يعني احلى شي انه هما الاكل ما بنحط على الصفرة بنحط في المطبخ وانت بتروح يعني بتاخد الصحن وبتحطه فلاقيتها كتير حلوة هاي بتخلي الواحد يعرف يعني انا لما احط الصحن عارف صرف قديش انه ممكن ااكل الليل لما تروح انك تضطر تاكل هذا الصحن بنحطه قدامنا ومناكل يعني حتى قاعدين بالجمعة من غير التلفزيون هادي كتير مهمة لانه برضو بالهينا وبخلنا ناكل كتير انه بنحض بناكل بنستمتع ليش لانه كمان انه مضخ يعني اول اصلا الهضم عملية الهضم تبتدي بالانزيمات اللي في التم يعني هي السلايفا هادي انه انحنا لما ناكل هادي يعني نمضغ كويس الاكل ما نبلعوش يعني حتى كمان عملية الهضم تتسهل ناخد وقتنا في المضغ يعني نقعد نمضغ لحد يتمتدوب وتنزل يعني شو بقديش هاي بتساعد على عملية الهضم بتساعد على انه ما ناكل كتير فكتير مهم انه هاي النوقات البسيطة هاي بتأثر كتير فانه لما نشوف احنا صحنا احنا قدامنا نبقى عارفين منتالي انه انا هذا الصحن اللي راح ااكله مش راح اضلي فلما اشوفه انه عم بقل باكل ابطأ عتى اني انا احس انه خلصت وكمان اذا اشبعته ولسه ما خلص ما تجبريش نفسك اللي فيه وخليه على جانب كليه بعدين لانه احنا كمان بدنا نعود ان المعدم ما تتعد يعني تتوسع وتاكل كتير ففيه بيجي حيجي وقت انه تحس انه الكمية اللي انت متعودة تكليها عم بتقل وهو هذا اللي احنا نوصله بنفس الوقت عم تحسه بالشبع فما تفرضوش على نفسكم انه لازم اكل ولازم اخلص هذا الصحن لانه هاي كتير بتأثر بتخلي انه احنا يعني في عنا لانه هورمون اسمه الليبتن هذا الهورمون الليبتن هذا شغلته انه يقولنا خلص كفاية ولازم نوقف هذا شغلته انه يقولنا انه انا اخدت كفاية يعني شوفوا يعني سبحان الله ربي معطينا يعني حتى اشارات في جسمنا فانت هننتبه لهذا الهورمون الليبتن لما ناكل ببطء لانه هو بيشتغل بعد تقريبا 15-20 ايام فالناس اللي بتاكل في اقل من خمس دقايق يعني ما بيبقى ما بالحق يوصلهم هذا الهورمون يقولهم انه شبعته فعشان هيك لما ناكل ببطء يعني شوفوا الجسم زكي جدا هو خلص اخد كفايته فاحنا عم ناكل حتى الكمية اللي عم ناكلها هي حيقولنا انه كفاية فلازم نلوقف معناته انه انا اخدت يعني حتى رسوله وسلم لما كان ياكل ما كان يعبي كل المعدة لحتى انه يخلي ومكان لانه احنا ما بنا نوصل انه نكون وفح اصطفت وبعدين مش قادرين نتنفس هذي كتير مهمة فزي ما اتفقنا هو الوجبة تكون فيها البروتين مسلا وسلطة ممكن انه مسلا انا بالنسبة للي ممكن اني باكل بيض بقلبه مع الزبدة ممكن انا عم باكل 4-5 بيضات بحط عليها جبنة وممكن جنبها سلطة فهني تخيل اكلت انا البروتين وبعدين اكلت معاها الفات الزبدة وبعدين اكلت معاها السلطة يعني هذي تدقوني بالمعلقة بيشبع يعني مش ممكن تاكل اخمس بيضات وتحسي انك جوعانة هتشبعي بنفس الوقت مش هتكوني يعني انه تعبانة فهي يعني الوجبة الاولى انه هي انت بتكوني اخذتي واشتبعتي يعني شبعتي فلذلك يعني صعب انك جوعي قبل 4 ساعات مثلا خلال هاي الاربع ساعات رجاءا اذا اخذتوا اخذوا مثلا اربل تيز اخذوا مثلا شاي يعني اذا بدكم قهوة تاخذوا بس من غير حليب من غير سكر يعني ما تخلطوش بيناتهم حتى انه تعطوا مجال لهاي الوجبة اللي اكلتوها انه هي تتهدم يعني وهي تاخذ وقت طويل بس انه كمان يعني حتى انه ما ناخد معها حليب كريم مش عارب حتقربتوا كل النظام اللي انتوا قاعدين عم تتعبوا عليه عشان توصلوا للفوائد الصيام المتقطع فبناتهم مي مثلا مي مع شوية ليمون ممكن انه زي ما قلنا شاي او قهوة بس من غير يعني لا سكريات ولا حتى حليب او كريم الوجبة التانية ممكن تاخذوا معها انه هي تاخذوا الكاربوهدريت مثلا اذا انتم حبين انا عن نفسي انه الكاربوهدريت اللي مثلا بفضله انه يكون من الخضار يعني يكون الخضار مثلا ستيمد يعني او انه تكون بالفرن يعني حتى وجمها مثلا اذا بتحبوا الرز انا عن نفسي حقلكم قصة على الرز انه صارت معايا بس انه ممكن الافضل تاخدوا كينوة الكينوة هذي كتير اصلا كينوة هذي من كلها كمان فيها بروتين لأنه لازم نحق بروتين في الوجبة الثانية كلها بروتينات وكلها كمان فيها كربوهادريس وفيها كل إشي يعني تعتبر من السوبر فود لأنه هي فيها كمان المغنيزون فيها معادن كتير وفيها فيتامينات كتير وفيها كل ناين أمينو أسد اللي حكينا عليهم فإحنا كتير يعني أنا نعشق الكينوة فأخذنا مثلاً كينوة مع الخضار هيك ممتاز يعني إذا حابين كمان جنبها مثلاً تاخذوا صحن سلطة برضو خضرة ممتاز ممكن إنه تحطوا أفوكارو هذه الأفوكارو كلها فات وكلها يعني فات طبيعي وممتازة بتشبع يعني مش ممكن تقدروا إنه تأكلوها وما تحسوش إنه أنتوا بشبع فعلاً بتشبع وهيك أفلنا إذا أكلنا النوجبة الثانية هيك أفلنا بعدها مي لأنه بيجي بعدها خليها تهضم عشان ينام يعني أنا ححط لكم في بعض الصور إنتوا شوفوا مليان اللي عندي القناة مليانة أكلات مليانة يعني ممكن إذا إنتوا مثلاً ممكن تاكلوا بالليل مثلاً النوجبة الثانية مثلاً قطعة ستيك مثلاً ممكن تاكلوا قطعة سمك يعني القصد إنه مش صعب كتير إنه إحنا نلاقي الأكل الصحي يعني لما نركز صدقوني راح أتلاقوا أكلات صحية كتيرة هي إحنا تركيزنا على الأكل الغير صحي هذا بخلينا إنه بس نرغب في الأكلات الصحية لما نركز على الأكل الصحي حتلاقوا أكلات كتير صحية وحتنبسطوا فيها وحتنسجموا بنفس الوقت تركيز إنه أنا عم بعمل هيك حتى إني أحافظ على جسمي واللي بده كمان يزيد الشي الحلو إنه قبل ما تكسروا الصيام أحلى وقت للرياضة قبل النص ناعة ما تكسروا الصيام هذا الوقت اللي حتحرق في دهون الوقت اللي هو حيكون إنه يعني رائع لأنه أنت تاقلي بعدها وبتحسي براحك يعني ها آخر نص ناعة آخر نص ناعة حتى مش ضروري الرياضة اللي هي بالأفقال والرياضة حتى لو مشيتوا نص ناعة صدقوني إنه هادي أكثر وقت الناس بتخسر فيه الوزن وأفضل وقت إنه هي تعمل فيه الرياضة قبل ما تكسروا الصيام بنص ناعة أهم شي إنه إنتوا حاولوا تبعدوا عن سناكس السناكس هي أصلا هي المصائب لأنه السناكس هي اللي بتجوع يعني زي ما اتفقنا إحنا الأكل اللي بدنا خلينا يجوعنا هو هذا اللي بيخلينا نتعب نفسيا وبعدين ما نقدر نوقف يعني أول شي بالصيام تقطع ما نكسب الفوائد اللي قلناها بالفيديو اللي فات بدنا إحنا كمان إنه نعمل ديسيبلي نهزب نفسنا نعرف ديش ناكل ونعرف الكميات اللي ناكلها ونعرف إنه نبتعد عن الأشياء اللي هي بتخلينا نجوع يعني إحنا بالغرض يعني إحنا ما بدنا ياكم تجوعوا بس إنه لما تاكلوا هاي الأكلات خاص من عنكم لح تشبعوا ما فيش يعني مستحيل يعني إنه إنتوا ما تشبعوا هو بس لخبطة الأكل يعني أنا مثلا أول ما بدخل للبيت إما مثلا بكون إنه جعانة وبيدي أكل بأكل قطعة جبنة هاي قطعة جبنة بتبقى داس ما قديش هاي بتخليني لغاية ما خلص طبيق وأنا شبعانة يعني بقدرش بس إذا حطيتها مع خبزة ورح أكل ورح أكل رح أمري ما رح أني أنا أشبع قرفته إنه كيف لأنه قطعة إلا إنه أولا هاي إذا قطعة جبنة هاي مليانة دهون وهاي وفيهاش والله نتفت سكر فهاي بتشبع لأنه بيتعطي السيتي اللي هي شبعانة بتصبر وبعدين أنه بتعطيني فوائد وما بتعطينيش سكر لكن إذا حطيت معها الكربوهادريت هاي اللي حتصير اللخ بطم أنا قلت لكم على الرز إنه أنا يعني طاللي سنين طويلة يعني أنا سنين يعني بحكي عشرة خمس عشر سنة يمكن مش ماكلة رز فعملت عزومة وحطيت قلت خليني أدوء يعني عملت مقلوبة وضيوف وقلت خليني أكل معها أكلت بس هلقد شوية رز أنا اللي صار معي بعدها يعني قريبا أغمى علي أغمى علي يعني يعني مش طبيعي يعني حسيت إنه فعلا مش قادرة تعادت بعدها حتى على ثلاثة أيام جسمي تعبان لأنه مش متعودة على أنا الأكلاتي كتير يعني أنا إذا أكلت مرة برضو أكلت خبز فطاير مع يعني ساعات الواحد بيجرب على نفسه برضو نفس الشيء يعني تعباني ونمت كله صار عندي يعني أنا مش عم بقولكم أكلت قطعت كيكة ولا أكلت عم بحكي يعني شوية رز هذا الناس اللي بتاكلوا عادي عندها بس لما أنتوا شوفوا بس بدأ أوصل لكم أنا لما أنتوا تتعودوا تاكلوا الأكل الصحي صدقوني إنه أنتوا نفسكم جسمكم حيقولكم يعني أنا عرفت إنه مستحيل قدر إنه بعدها أكل كمان إنه الرز وعارفة إيش حيصير في جسمي بصير عندكم حساسية إنه هو مش الحساسية الحسية اللي هي الهرش والحساسية إنه بتتحسوا بجسمكم بيقولكم يعني في أكلات سبحان الله هي تعطيك الطاقة وأكلات بتخليك النشيطة وفي أكلات تاخد كل الطاقة اللي عندك فسبحان الله يعني هادي أنا بالنسبة إيه الرز ولا قطعة الخبز اللي أكلتها مرة بيأخذوا كل الطاقة اللي عندي فإحنا شوفوا يعني بدنا نوصل هيكي نعرف وين الأكل الصحي يعني بعد ما أنتوا تعملوا يعني تهزبوا الجسم وتعدلوا السكر وهاتصدقوني رح يصير جسمكم إنه حتى يعني بأكل قطعة مثلا جزر بحس إنه سويت لأنه أنا مش متعودة أكل سكر بحس إنه أنا على طول أي شيء ولو درد سكر بحس فيها على طول اللي بتعود بصير يتحسس بصير إنه عارف إنه هذا الأكلات اللي لازم يبدع عنها والرياكشن اللي بصير يعني التفاولات اللي بصير مع الجسم بعدها ببقى عارف أتمنى إنه أنا أكون وصلت لكم الفكرة إنه إحنا نكسر الصيام كيف وإنه برضو بين حتى لما نأكل إنه ما نأكل وإلا ما نشرب إلا نخلي على السوائل اللي هي من غير حليب من غير سكر من غير كريم وبعدين إنه نقسمها على وجبتين حتى إنه نشبع فيها وكما إنه أخذنا العناصر الغذائية اللي جسمنا محتاجها وإذا عندكم أي سؤال يعني رجعاً اتركوا ليها وإن شاء الله راكم في فيديو آخر وأستودعكم الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلته إلهي أنا اشتركوا في القناة